دشن مدير مديرية الحوطة نيسل عجيلي بمعية نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي والقام بأعمال المدير العام بمحافظة لحج هيدل محمد عثمان إعادة ترميم وتأهيل شبكات المياه والصرف الصحي بالمديرية ويستادف المشروع الممول من منظمة مكافحة الجوع ACF إعادة ترميم وتأهيل شبكات المياه والصرف الصحي في ثماني حواري بمديرية الحوطة وخلال التدشين عبر مأمور مديرية الحوطة نيسل عجيلي عن شكره لجهود منظمة الجوع في تنفيذ مشاريع تنموية تسهم في تحسين البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في المديرية داعينا الأهالي للتعاون في إنجاح المشروع وتذليل الصعوبات التي قد تعترض سير عمل المشروع